لو بنقول كده هشام في تيم النادي الأهلي لا تيم نادي الزمالك كان فيه لعبة كويس يعني النهاردة زيزو كان كويس وعمل مجهود كبير جدا عمل مجهود الحقيقة عمر جابر كان كويس وعمل مجهود كبير جدا وعمل الجابهة دي هو الحقيقة هو زيزو بشكل كويس عبدالله صعيد تسعة وثلاثين سنة يعني كمل لآخر المقرارة وكمل بشكل قوي جدا وكان مؤثر في المقرارة و هو اللي عمل حتة السحواز هو و ناصر و ماهر عشان ما حدش رئيبهم من لعبة النادي الأهلي وقف مين وقف اتنين مرمين جدا مروان عطية وخرج مروان عطية و اقرم و اقرم عمل مجهود زياد عن لزوم و خل مرحق لا بس في حاجة بس انا زيان بقولك العبدالله صعيد موجود في الملعبة سهام و ناصر مهر الاتنين لعيبة مهرية واللي الاتنين لعيبة بيعرفي عمل الصحواز بشكل جواس قوي انت بتلاعب مروان عطية و بتلاعب اقرم والاتنين ولا مرة حتى شفت واحد راح لعبدالله منهم او واحد راح ضغط على ناصر و تأخرت في نزول الافشة بالزبط طب انا بقى لو انا بقى شفت كده بعد تلت ساعة ولا نص ساعة طب ما خلاص مهز الافشة جنب امام عشور اللي هو مش كويس اساسا و خليهم يعملوا دولة يعملوا لك الاستحواز لان طب ما انت كده كده محدش راح مزك عبدالله السعيد اللي هو مش كويس